اشتركوا في القناة عقدت أمانة حزب النور بمحافظة الجيزة اجتماعا لأمناء ووكلاء المراكز لمناقشة خطة العمل المستقبلية وعرض الخطة الربع السنوية وآليات تنفيذها نظمت أمانة حزب النور بمركز بدر في محافظة البحيرة حفلة كريم لأبناء المركز المتفوقين في الشهادات العامة والأزهرية بحضور هيئة مكتب الحزب بالمركز اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد البلدة القديمة وسط مدينة رمالله وفرضت حصارا على بعض الأبنية السكنية بزعم البحث عن مطلوبين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد 15 مواطنا فلسطينيا في مداهمات واقتحامات شنتها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية اقتحم عشرات المستوطنين اليهود صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى من باب المغاربة قدرت أعدادهم بأكثر من 140 مستوطنة ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته بحراسة شراطية مشددة فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد باب المطهرة بالمسجد الأقصى وهو مكان للوضوء والطهارة ولا يفضي هذا الباب إلى خارج الحرم القدسي والبلدة القديمة في القدس أصيب فتيان فلسطينيان اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بمخيم جنين واعتقلت على إثره عددا من الشباب ارتفعت حصيلة قتل كمين جماعة بوكو حرام الذي استهدف فريقا لاستكشاف النفط في نيجيريا الثلاثاء الماضي إلى 69 شخصا على الأقل في الوقت الذي ظهر فيه ثلاثة مخطوفين لدى الجماعة يوجهون نداء في تسجيل فيديو قالت وسائل إعلام سعودية السبت إن ثلاث جنود من حرس الحدود السعودي قتلوا خلال صد هجوم كبير لميليشيات الحوثي بالحدود الجنوبية للمملكة أعرب الرئيس العام لشؤون المسجر الحرام والمسجر النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السوديس باسمه واسم آئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوب الرئاسة عن استنكاره وإدانته الشديدين لقيام جماعة الحوثي الإرهابية المتطرفة في اليمن بإطلاق صاروخ باليستي نحو منطقة مكة المكرمة للمرة الثانية وقبيل موسم الحج لبيت الله الحرام وأشار السوديس في بيان صادر عنه اليوم الأحد إلى أن هذا العمل الآثم عدوان سافر على أم القرى وقبلة الورى وأطهر بقاع المسلمين ومهوى أفئدة المؤمنين رفعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن ما أسمته عراقيل تضعها السعودية أمام أداء المواطنين والمقيمين مناسك الحج أوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية تسجيل للحج لهذا العام 2017 ما يشير إلى منع المواطنين والمقيمين في قطر من التقديم إلكترونيا لأداء فريضة الحج بحسب بوابة الفتح نقلا عن موقع العربية السعودي قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي في تصريحات لقناة العربية إن طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني ويعد إعلان حرب ضد المملكة وأكد الجبير احتفاظ بلاده بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة نفى السفير السعودي بالقاهرة أحمد بن عبد العزيز قطان ما تحاول قطر ترويجه من استخدام المملكة لموسم الحج للضغط على قطر لتنفيذ مطالب دول المقاطعة أعلن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الأربعة المقاطعة لقطر أنه يجب على قطر لاستجابة للمطالب الثلاثة عشر لتعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس السبت عن تعرض ميناء المخى اليمني أمس للاستهداف من قبل الميليشيات الحوثية بواسطة قارب مفخخ بالمتفجرات أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس السبت أن حصيلة ضحايا وباء الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى 1992 شخصة منذ بدء تفاشي المرض القاتل في أواخر أبريل الماضي أكد مصدر أمني ليبي بحكومة الوفاق بطرابلس أن طيرانا مجهولا استهدف مستودعا للذخيرة في مدينة ترهونة ما أدى إلى مقتل عنصرين تابعين للغرفة المشتركة أمر المرشد الإيراني علي خامنئي في رسالة سرية مجلس الأمن القومي الذي يترأسه الأدميرال علي شمخاني بمنع كبار المسؤولين والقيادات العسكرية والأمنية من السفر إلى السعودية هذا العام لأداء فريضة الحج أعلنت إيران أن أول قافلة للحجاج وصلت الأراضي السعودية المقدسة بعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية اقتحام مبنى السفارة السعودية في طهران العام الماضي أعلن رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف إبراهيم البسام إن الصندوق اعتمد منحة تقدر بنحو 85 مليون دولار لبناء المستشفى الجامعي بولاية القيروان التونسية و15 مليون دولار لإعادة ترميم جامع عقبة والمدينة العتيقة مؤكدا أن أعمال إنشاء المستشفى ستنطلق الأسبوع المقبل أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السفير جواكين مارتيلي عن التشكيل الجديد لبعثة تقصي الحقائق الخاصة ببحث الانتهاكات في ميانمار وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان في بيان صدر في جونيف أن البعثة ستعمل بطريقة مستقلة وموضوعية وستتلقى الدعم من فريق من المتخصصين في مجال حقوق الإنسان في جونيف والذين يتمتعون بخبرات مختلفة تتصل بولايتهم التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره أطلق عدد 16 من العمال المسلمين شكاوى قضائية بتهمة التمييز الديني نحوهم ضد شركة بروز جيفرسون الأمريكية وهي أكبر مورد سيارات بالولايات المتحدة وفقا للإندمندنت البريطانية أشار الدكتور أحمد المالكي عضو المكتب الفني بالأزهر الشريف إلى أن مصر تحتل المركز الأول في نسبة الإلحاد على مستوى الدول العربية مطالبا الأهالي احتواء الأبناء بهدف مواجهة هذه الظاهرة حيث أن الدور لا يقتصر على الأزهر ووزارتي التعليم والثقافة فقط موضحا أن الأسئلة التي تشغل بالا الملحد طرحت من قبل والأزهر قدم إجابات لها مؤكدا أن الأزهر يعقد دورات لمناقشة ظاهرة الإلحاد وكيفية مواجهتها أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم في مسابقة لخريج جامعة الأزهر دور مايو 2017 ميلادية بمتوسط تقدير تراكمي 70% على الأقل فصاعدة من خريجي كليات أصول الدين والدعوة الإسلامية والدراسات الإسلامية والعربية بنين والشريعة والقانون بشعبتيها وكلية القرآن الكريم وكلية اللغة العربية وكلية اللغات وترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات وكلية التربية جامعة الأزهر شعب الدراسات الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية أصدرت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية قرارها بحبس موظفة بمكتب بريد بمركز السنبلاوين 15 يوما على دمة التحقيقات وتشكيل لجنة ثلاثية من هيئة البريد المصري لتحديد المبالغ المختلسة وقال بيان مديرية الأمن الصادر أمس السبت أنه تم ضبط موناء ألف ألف معاونة مكتب بريد عزبة سقر لاستيلائها على مبلغ 611 ألف جنيه من دفات لتوفير بعض العملاء واعترفت بارتكاب الواقع وسددت مبلغ 294 ألف وسبعمائة واثنين وثمانين جنيه اعتمد وزير الداخلية اللواء مجد عبدالغفار حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة وذلك عاقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة أمس السبت لإقرارها أعلن الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات انضمام مدينة العلوم للبحوث الإلكترونية إلى الجمعية الدولية للمدن العلمية والتكنولوجية ومناطق الابتكار ليكون معهد بحوث الإلكترونيات أول جهة مصرية تنضم لها اعتمد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ظهر اليوم نتيجة امتحان الدور الثاني للصف السادس الابتدائي لعام 2016-2017 بنسبة نجاح بلغت 51.2% وبذلك تكون نسبة النجاح في الدورين الأول والثاني معا 93.9% وكذا اعتمد امتحان الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي العام بنسبة نجاح بلغت 79.4% وبذلك تكون نسبة النجاح في الدورين 94.1% بحضور جمعة ذكري وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب التحويلات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات خلال 48 ساعة والذي يسمح باستقبال الطلبات لتقليل الاضطراب بين الجامعات الحكومية تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي سورة الزخرف من سلسلة دفع إهام الاضطراب وعجزي كنزي واحد فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم وعاشرهن بالمعروف الشيخ سعيد صابر التفكير بالشعارات الدكتور أحمد خليل خير الله تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق عشرة بعض أحكام عقد الأمان كتبه ياسر برهامي النفاق وأثره على الأمة كتبه أحمد حمدي حكم أخذ أرباح متغيرة في مال المضاربة بلا تحديد ولا حساب فتوى للدكتور ياسر برهامي انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر